قال الجيش الليبي إن سلاح الجو شنغارات جوية استهدف خلالها مواقع عسكرية مخزنة بالأسلحة تابعة لقوات الوفاق في مدينة سرد غرب ليبيا وأوضح الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري في بيان أن المواقع التي تم استهدافها كانت تستخدم في تخزين الأسلحة والذخائر من طرف الميليشيات المسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية كانساس أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون بإطلاق نار داخل حانة ونقلن عن مصادر في الشرطة فأن مسلحا دخل إلى حانة وفتح النار ما تسبب في مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين ثم لاذ بالفرار